جمال صباك وشي بخير الماسك انتفهم مالاش ما مخدوش انه اولا حضرت معنا التطوير وكان كل شي يقول لك هاتشي معيق هاتشي بعين هاتشي ممصوش مزيئ ما تفقش تخضرش كلام بحال هذا اللي عناس الناس غير يضحكو عليك راشيد ما تخضرش في لمو تكنيك وفي الطريقة وفي الخدمة ما تخضرش فيها اللي عنا ما كتبعمت بيها وهادوك اللي درتين فمن خلال ما سمعتوا من هذا الوديوز كيفاش دار الحوار هو حوار طويل ما فيه نقاشات فهو استفزازات من طرف راشيد فكان كيستفززني وكيطياح بيها لأقصى درجة أنا طياح بكارمتي ومسح كارمتي بالأرض وكيفضل عليها قال لك جابوا جابوا ناس بروفيسيونال من لهيه اللي كان بغين شير ليه وهو كيفاش هاد هاد راشيد العلالي الصغرني طيب بديالي واتساهل ديالي في تعامل وخدمت معها البيلوت بالمشاركة مع الشركة لإنتاج فيديوراما وخدوا البيلوت ودفعوهم الدوزيم وعلى أساس البيلوت ديالي وعلى أساس الخدمة ديالي باش خدوا الدعم ديال دوزيم فهو ما فهمتنا كيف يستحمر الشعب ويستحمرني أنا بعدها كفرنان اللي شاركت معه هاد العمل هذا وكي يقول على أن الخدمة ديالي راه ماسك ديال الميكا وما عجبته مع المبيز ما بين الخدمة ديالي أنا وقد نفلت وكانت سميتها كاميرا بالعلالي الف bets قامت نفOUGH فانا كنت لم نarted مع الحال أحد هو النهاat الي قاموا بأن الخدمة ديالي ميمزانش كانت منى انهم يتقدموا ويعطيونا غير كشهادة على ان الخدمة دي الجمال ما كانت في المستوى كانت منى من طرف راشد العلالي فانا من المؤسف ان هذا المغرب يدخلون الناس على براه ويكونوا دوزوا سنوات في القرايا وفي تعلم بعد الحراف المهنية ويدخلوا المغرب يدروا لهم السابوتاج ويعودوا يخرجوا ثاني او ثاني فهذاك انا واحد منهم انا جيت ودروا لي السابوتاج ودروا لي قوالب ودروا لي حاجات او ايش فانا يمكن عندي عيناد انا في واحد العناد قصنين مضرب تامرة وخسرت على رسي وتعلمت وتعدبت على برا فهذا تقنية العالية للجودة انى بغيت ان انزرها في السحة الفنية المغربية اخر نوضا ادرت مع راشد العلالي واول بارح ادرت معاها وادر معايا ولكن يضر معي بحضر يضر معي بحضر ويضر معي بطريقة الحضر ويبغي يعطيني ميساج في الواتساب عندنا بأن هو ما عنده تمسؤولية المسؤولية كاملة يحملها على شركة الانتاج ليا فيديو راما وهو ما عنده تدخل فاتش هذا وهو ما خالي المسؤولية مناتش من خلال الماسك اللي دار في هذا معاهد الفنانة الفرنسيين اللي جوا فبالنسبة لي أنا هذه خدمة ديزاماتر وردت الأغلاط اللي كينا في الماسك ورح كينا عندي هنا يا أصلا عندي في الفيسبوك وعندي في الواتساب هو الأغلاط اللي دار دارو هو الماسك في دي دي بيس مخدامات دي بيس مخدامات هذا الماسك هذا الماسك هذا الماسك هذا ما فاتشه فوق دار سنان دار سيليكون في حنكو هذا السيليكون اللي دارو في حنكو دار نيف سيليكون ولكن الحنك أنا أعطيكم قاع هال الحنك فين هو هوا هوا كيبان الكولاج دياله ما فاش الفينيسيون ما فاش الفينيسيون الحنك الاخور ما كينش سيميتري دارو لغي واحد شويش ديال واحد بو قالت ما هي في حنكو ديال اللي سر ما كيبانش فيها ما كتبانش منها ما كتبانش فأنا بالمسبة لي خدمة الإزامات ولو كانوا هاد الفنانة مقتدرين يخدموا غي في بلادهم خدموا في بلادهم على شو ما خارجين من بلادهم يخدموا في المغرب يجيبوهم المغرب فالمغرب راي عندو فنانة مقتدرين في جميع الميادين غير هاد الناس هادو ماشي مواطنين كنحسبوهم أنا مواطنين كخصوهم يعليوا بولاد بلادهم وخصوصا الناس اللي قرس بره وكتدخل المغرب بس تبرز المهنة دياله وبتبرز الفن دياله فهد الناس هادو معرفنا شين مقصود ديالهم شين هو الله يعلم شين هو المقصود فهد الناس هادو دائما كتيحوا بالكرامة ديال اي واحد قرى بره واي واحد مغربي اللي بغي يوصل اللي بغي يبرهن على اللي يقراه اللي يوصل اللي في التثقافة دياله احنا يرى من اللي كان رامز دار الماسك قبل منو احنا كانت ناقشو وبروبوزيت عليه مور الماسك ديال المرامز اللي خدم رامز ولكن طريقة ديالنا كل بلاد عنده طريقة خاصة وعنده فننا خاصين كي خدموا بطريقتهم فحنا يبغينا نخدموا طريقتنا كمغاربة عندنا وصلنا نواحد النيفو اننا ممكن اننا نعدلوا ماسك سيليكون بروفيسيوني في خدعة بصرية فبروبوزيت عليه عجباتو حنا من اللي خدمة انا ما كانش يهمني الفلوس انا خدمت معهم البيلوت ووجرنا البيلوت مهضرناش فلوس نهائيا انا تل المصاريف اللي اعطوني ارا غير كوفرولي المصاريف ديال ليفريوسافي ديالي انا ما مخديس من عنده ما تفهمناش وكينا واحد النقطة موهيمة جدا وكان القصداي انا كان طلب بها العلالي العلالي انت عارف انا ما تنقش معك في تامن نهائيا ومع امينا الرئيسي اللي هي كانت الريتبونساب ما تنقش معك في تامن انا ديال الحلقات ولا تلشي حاجة ولا تدبيلوت نهائيا فاذا كان عندك ما يتبهت هذا الشي هذا فقدموا ما كانت مشكلة انا كنتمنى غيشي واحد فيكم يبان في الصورة ويواجهني هذه اللولة تاني حاجة فالكونترا ديال بيلوت رمزل عندكم سيرتيفيكة ما اعطيتوني ولو اصلا لحد الساعة ما كنتبغيش تعطرفوا بي انا ورغم ان كل شي واضح وكل شي مفهم بالصور والفيديو اي والبيلوت بنفسه اللي محطوط دوزم براديالي اللي خدمتي انا باش قديته دعم لا شوف المقاطعة اللي عملي الناس على راشدشو اه خصو راشدشو يعرف واحد الحاجة راشد العلالي خصوص عرف واحد الحاجة هو ان الشعب في هذا الوقس هذا رواعي الشبب رواعي الشبب رقاري واذا بنتا واذا تحسب الراسك كدكي؟ كنت بغي ستحمر الشعب لا يمكنش انتا عندك واحد الشي هذوك اللي كيسندوك ربما كان قولوا حنا باقي ما وصلوش وانا شوفت لاحظت انا كيسندك غير اللي عنده خمستاشر عام تحت وبعد النساء اللي كيكونوا ما عارفنش مساكن ما عندهنش مستوى او 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 غي الناس اللي ما عارفنش ما عارفنش كونتا اما الشبب دليوم اللي عارفنش كونتا رغيت توصلوا واحد اللحظة راشيدة رغيت تولي تولي مكروه عند جامع ما تقدر تخرج براه انا اعطني غي واحد عارضني في دكش اللي كان قول او لا قال اي هاد رخيب علي انا ماموري قول لي لانا علاش لانا عارف راشيدة انا غادي صح وكان قول كلام اللي هو ما كان كذبش ولكن انت كتكذب يا راشيد عندي لزودو ديالك كتكذب اشتركوا في القناة